إذن بحسب المقايسة الأدبية وبحسب المقايسة إلى مضمون ثقافة العترة فإن النص الذي ورد في مصباح المتهجد هو النص المقدم على ما جاء في كامل الزيارات من الجهة الأدبية ومن الجهة المعرفية والعقائدية نص مصباح المتهجد هو أقرب إلى مضمون ثقافة العترة الطاهرة وقد عرضت ما عرضت بين أيديكم من المعطيات المقايسة الثالثة المقايسة الثالثة أقايس النصين إلى ألفاظ أحاديث العترة الطاهرة هذا هو تفسير العياشي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة إنه الحديث الخامس والخمسون بعد المئة عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة إنما يعبد الله من عرف الله فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالا قلت أصلحك الله وما معرفة الله قال يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والاعتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدوهم وكذلك عرفان الله قال قلت أصلحك الله أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان قال توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله قال قلت ومن أولياء الله ومن أعداء الله فقال أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم انتهى الأمر إلينا إلى الباقر الذي يتحدث مع أبي حمزة ثم ابن جعفر وأومأ إلى جعفر وهو جالس فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصادقين كما أمره الله قلت ومن أعداء الله أصلحك الله قال الأوثان الأربعة الأوثان الأربعة قال قلت منهم قال أبو الفصيل هذا اسم لأبي بكر في أحاديث العترة في هذا الحديث وغيره أبو الفصيل ورمع إنها كلمة عمار تقلب وهذا موجود في أحاديث العترة مثلما يرد في بعض الأحاديث عن بن العباس فيرد في بعض الروايات من أنهم بنوا سابع بنوا سابع إذا ما قلبنا سابع فإنها عباس فمثلما عبر عن بني العباس ببني سابع عبر عن عمر برمع وهذا موجود في روايات العترة الطاهرة قلت منهم قال أبو الفصيل ورمع ونعثل وهذه تسمية عائشة هي التي أطلقت على عثمان بن عفان أن سمته نعثلة وهذا معروف في التاريخ قال أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم فمن عاد هؤلاء فقد عاد أعداء الله فهؤلاء هم الأوثان الأربعة هذا المضمون يأتي منسجما لفظا ومعنا مع النص الذي جاء في مصباح المتهجد الذي جاء في مصباح المتهجد اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم العن يزيد خامسة إلى آخر ما جاء في مصباح المتهجد في مصباح المتهجد بينما ما جاء في كامل الزيارات اللهم خص أنت أول ظالم ظلم آل نبيك باللعن ثم العن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين اللهم العن يزيد واباه إلى آخر ما جاء في كامل الزيارات الأمر هو هو في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة الخامسة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الحادي والسبعون بعد المائة الحديث فيه تفصيل وإنما أقرأ عليكم ما جاء بخصوص ذكر الأوثان الأربعة الرواية هنا تتحدث عن التقية وتلقي باللوم على الشيعي الذي لا يتقي حينما يكون حكمه التقية فالإمام يلوم هذا الذي قد جهر بشتم فلان وفلان 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 فيقول وجهر بشتم أب الفصيل وأب الدواهي وأب الشرور وأب الملاهي وترك التقية هذه من عنوين الأوثان الأربعة في أحاديث العترة الطاهرة وجهر بشتم أب الفصيل وأب الدواهي وأب الشرور وأب الملاهي وترك التقية ولم يستر على إخوانه ومخالطي إلى آخر ما جاء في تفصيل الرواية فهذان الحديثان مثالان من أحاديث العترة التي تأتي منسجمة مع النص الموجود في مصباح المتهجد من الجهة المعنوية ومن الجهة اللفظية ومن هنا فإن النص المقدمة بين هذين النصين هو ما جاء في مصباح المتهجد للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة أما النص الذي جاء في كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة فهذا النص فيه اختلال واضح النص الذي في المصباح مقدم على النص الذي في كامل الزيارات من الجهة الأدبية والبلاغية والإيقاعية ومقدم من جهة تطابقه مع مضمون ثقافة العترة الطاهرة ومن أن القوم هم الذين قتلوا الحسين إذا كتب الكتاب قتل الحسين ومن جهة ألفاظ الأحاديث فإن الأحاديث أخبرتنا عن الأوثان الأربعة وهم الذين ذكروا بشكل واضح ومرتب وممنهج في النص الذي جاء في مصباح المتهجد للطوسي أعود إلى قول الذي سيقول من أن كتاب الطوسي هو الذي اعتمدت عليه أنا لا أعتمد على الطوسي أنا أعتمد على نص جاء في كتاب للطوسي قد تقولون وما الفارق هناك فارق كبير فأنا لا أعتمد على الطوسي أنا أعتمد على ما نقله الطوسي استنادا إلى كتاب الله إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأْ فَتَبَيِّهْنُوا لَا تَعْبَأُوا بِنَاقِلِ النَّاسِ وَإِنَّمَا أَعْبَأُوا بِنَبَأُوا بِنْمَتْنِمْ هذا هو منطق القرآن هذا ما هو بمنطقي هذا منطق القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا بالفاسق واعبأوا بالنص وهذا هو الذي قمت به ماذا نقرأ في أحاديثهم هذا كتاب المحاسن للبرقي وهو من كتبنا القديمة وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة من الباب السادس عشر إنه الحديث السابع هذا كلام إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهم هذا كلامهم كلام العترة الطاهرة لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئيون وهطوسي مرجئيون لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئيون ولا قدريون لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئيون ولا قدريون ولا حروريون ينسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فيكذب الله فوق عرشه فإنكم ستكذبون الله فوق عرشه حينما تكذبون حديثنا لأن حديثنا هو حديث الله لأن كلامنا هو كلام الله وما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى إنهم معصومون صلوات الله عليهم هذا الوصف ينطبق على أولهم وينطبق على آخرهم قاعدتنا العقائدية الواضحة التي علمونا إياها ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري إنه منطق القرآن تلاحظون أن القرآن وأن حديث العترة منبع واحد قارنوا بين هذا وبين هرائه وخرائه مراجع النجف من علم الرجال وعلم الحديث وعلم أصول الفيق هذا هو منطق القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا تحققوا من الأمر لا علاقة لكم بمن نقل الحديث لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا عليكم أن تتحققوا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق عليكم أن تتأكدوا ما قال الإمام خذوه قال لا لا تكذبوا فربما يكون حقا عليكم أن تتأكدوا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فيكذب الله فوق عرشه سقط علم الرجال سقط علم الحديث سقط علم أصول الفقه سقطت حوزة النجاة سقط الإجتهاد بتمامه وكماله هذا هو المنهج الذي أدعوكم إلى أن تتعلموا إنه منهج العقل والحكمة إنه منهج القرآن والعترة وماذا بعد أنصتوا أنصتوا إنني أقرأ عليكم من كتاب مؤلف زمن إمامنا الصادق هذا أصل من أصولنا القديمة إنه أصل زيد الزرات هذه طبعة دار الحديث إنها الطبعة الأولى ألف أربعمائة وثلاثة وعشرين هجر قمري قم المقدسة هذا الأصل طبع مع مجموعة من الأصول القديمة تحت هذا العنوان الأصول الستة عشر صفحة مئة وأربعة وعشرين من كتاب زيد الزرات من أصولنا القديمة هذا الكتاب مؤلف مؤلف زمن صادق صلوات الله عليه الحديث العاشر وسأعود إليه سأعود إلى هذا الحديث كي أشرحه لكم بالتفصيل حينما أحدثكم عن هندسة العترة لحفظ الدين فهذا مصداق من مصادق من مصادق هندستهم لحفظ الدين أنصتوا 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 وعرفوا ثقافة العترة وطلقوا قذارة حوزة النجاث زيد الزرات يقول حدثنا جابر ابن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر إنه باقر العلوم صلوات الله عليه يقول ماذا يقول انتبهوا انتبهوا إن لنا أوعية يتحدث عن الناس إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل نحن لا نريده إن لنا أوعية الظروف الموضوعية الظروف الزمانية والمكانية الملابسات الاجتماعية الواقع السياسي وهذا جزء من هندسة العترة لحفظ الدين وما هندسة العترة إلا مظهر من مظاهر البكر الإلهي ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ماذا كانوا يريدون أن يفعلوا برسول الله بعد أن توفي أبو طالب حامي الرسالة وحامي رسول الله ماذا خططوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ليثبتوك ليعتقلوك وليحبسوك في مكان إلى آخر عمرك هكذا كانوا يخططون من أنهم يبنوا له مكانا كي يسجنوه ويلقون له الطعام من النافذة ليثبتوك وهذا المراد من الآية ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذه آراءهم كانت ويمكرون مكرهم هو هذا ويمكر الله الله مكره شيء آخر والله خير الماكرين مكر الله كان في الهجرة وحينما هاجر رسول الله انتصر الانتصار العظيم الهجرة كانت نصرا لا يماثله نصر هذا هو مكر الله وإذ يمكروا بك الذين كفروا ما هو مكرهم ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكرون ويمكر الله ويمكر الله إنها الهجرة والله خير الماكرين آل محمد في برنامج هندستهم لحفظ الدين يعملون ببرنامج المكر الإلهي أعود إلى الرواية إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا الطوس مثال حقيقي لهذا المعنى فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها خذوا ما في الأوعية ثم صفوها من الكدورة تأخذ منها بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية إياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها اقفزوا عليها تجاوزوها وهذا هو الذي أفعله أنا بالضبط وبالتمام والكمال في هذه الحلقة بل في كل برنامج مؤسسة القمار بل في كل برامج قناة القمار هذا هو الذي أفعله وهذا هو منطق القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ألا لعنة على منهج علم الرجال وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم أصول الفقه وعملية الإجتهاد ألا لعنة على هذا المنهج الضال هذا منهج العترة منهج معاريض الكلام هذا منهج الحقائق منهج لحن القول سأعود إلى هذا كي أحدثكم بالتفصيل عن هندسة العترة لحفظ الدين هناك الكثير من المطالب والكثير من المعطيات لكنني أردت أن أجيب على سؤال سيطرح حتماً سيطرح من أنك تهاجم الطوسي وها أنت تجد النص السليم الصحيحة في كتابه كي تقدمه على النص الموجود في كامل الزيارات أنا لا أعبأ بابن قولويه مع عظمة منزلته ولا أعبأ بطوسي مع خسة مقامه أنا أبحث عن الحقيقة وأتبع هذا المنهج القرآني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيهنوا لا تعبأوا بالناقل الذي نقل إليكم أقرأوا الرواية مرة أخرى عليكم تدبروا فيها الباقر يقول إن لنا أوعيتان نملأها علماً وحكماً وليست لها بأهل فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة تأخذوا منها بيضاء نقية صافية وإياكم والطوس بشخصه وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها هذه هندسة العترة لحفظ الدين هذا مثال من الأمثلة هذا موضوع واسع كبير مضطرد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر